السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لان مريم بالنسبة لديك الاخ اللي بغيت زوج وبقي متزوج الزواج قسمة ونصب مرة مرة كانت لقوا بعض الرجال او بعض النساء كبروفيس ما كما تزوجوش وخصوصا من عندهم الامكانيات الا كان واحد فقير ولا كان معدم كان قلوه عنده سبب ما عندهش لوسائل والامكانيات للزواج لكن نفاجأ كلقوا انسان موظف عنده صالاغ ممتاز عنده اجراء كبيرة واقتنى سكن وفرشو وعنده سيارة وعنده رصيد بنكي وعنده كل وبقي متزوج وكالقوا فتاة ايضا فتاة بالغاية الثلاثين الاربعين وموظفة وبنت الخير وجميلة وبقي متزوجاتش القضية ليس مرتبطة بالاسباب والمسببات القضية مرتبطة بالاجل لان لكل اجال كتاب منك يجي الاجال را لا يستأدم فغل يطمئن الانسان را الزواج يقول لك سيادنا اللولين بحل الموت لك الموت ربي وضع لنا اجال كل واحد فينا ستزهق روحه يوم كذا ساعة كذا بادة كذا كذلك الزواج له اجل من غدج الاجال يعمى البصر ومن تم ينثد القضر فاسأل الله تعالى ان ييسر لهذا الاخ ولكل العازبين والعازبات ان ييسر لهم الامور كيف يمكن ان نعجل لك الاجال ما مكن مكن تعجيل لانه رفعت الاقلام وجفت الصحف المكتوب ما عليه رب الا في حالة واحدة ما هي الحالة الواحدة هي اننا نكتر من الدعاء لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضر الا الدعاء رلغ لبك ايها الاحباب وفاتك بالدعاء اكتر من الدعاء لانه ارتباط مباشر مع الخالق السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة